السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ النهاردة ان شاء الله حننفذ مع بعض آآ اللي انا كنت بنزله على الصفحة. آآ ان شاء الله هشرح لكم ازاي? ونعمله ازاي? طبعا آآ كله قاعد يسألني ايه الخيوط اللي احنا ممكن نعمل بها. طبعا اي خيط متوفر عندك. آآ ممكن تستخدميه. انا مش مشترت اي نوع معيا من الخيوط. بس انا هنا اللي معي ده انا عملته بالخيط بالخيوط اللي هي آآ على قطيفة شوية. لانها بتبقى شكلها حلو جدا آآ للاطفال. طبعا هي دي الغرزة اللي انا عملت بيها بس آآ الايس كاب اللي انا عملته الايس كاب اللي نزلته آآ مختلف آآ شوية. هقول لكم في ايه? المهم نبتجي مع بعض وآآ اول حاجة هعملها ان انا هعمل خمستاشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تبانية تسعة عشرة اتناشر اتناشر تلاتة اشر اربعتاشر خمستاشر. لو حبه البلسيب بتاعك يكون آآ اعرض من كده يعني لو حبه البلسيب بتاعك يكون اكتر من كده يعني تطلعي شوية كده. ممكن ان انت تسوجي في عدد الغرز من هنا. يعني ممكن تعملي خمستاشر سبعتاشر تسعتاشر. انا بشايفها ان خمستاشر غرزة آآ كفاية قوي وحلوين قوي. تمام? طيب اول حاجة هعملها ايه? اول حاجة هعملها ان انا هعمل البلسيب اللي هو موجود عندي تحت هنا دوت. طيب ده هعملو ازاي? طبعا اكيد كلكم بتعرفوا تعملوه ان احنا هنا اول غرزة. اول سطر بعمل غرز حشو عادية خالص. اهي زي ما احنا شايفين كده. اهي. بعمل غرز. في ناس بتعملها اللي هي بتاخد لفة وتعملها كده. بلسي برضو. لأ بس انا بفضل هنا بفضل هنا ان احنا نعمل آآ غرز حشو اللي هي عادية خالص وناخد غرز حشو خلفية. وكل ما يكون الابرة اللي انت بيستخدماها آآ صغيرة. يعني مسلا لو احنا عملتي بص هنا الابرة اللي معايا زيت. اهي. هي ابرة رقم آآ تلاتة والنحية التانية آآ رقم اربعة. لا يا ربي. لا دي ستة. والنحية التانية رقم اربعة. اهي. كل ما يكون السن بتاع الابرة بتاعك ارفع في البلسيه كل ما يبقى البلسيه احلى. اهي. هنعمل هنا غرز حشو عادية خالص. انا الخيوط اللي انا بعمل بها دي خيوط جنجا قطيفة. بتبقى حلوة جدا في الطوائي طبعا انت ممكن تعملي اي لون عندك يكون آآ سادة. آآ يكون آآ انا بحب اعمل بقى حركة كده. انا بحب اعمل ايه? بحب اجيب خيط من تحت مسلا يكون سادة. واجيب من نفس اللون اللي موجود عندي وادخل لونين على بعض. طيب هنا هعمل ايه? هنا هطلع بسلسلة. وحاجي من ورا كده من الغرزة الخلفية اللي من هنا دي. وحشتغل البلسيه بتاعي كله اهو. هشتغل غرزة حشو خلفية. شايفين الغرزة? من هنا كده اهي. طبعا انتم يعني ما شاء الله كلكم شاطرين. دي بالنسبة لكم يعني مش ايه? انا بتكلم طبعا بالنسبة للناس اللي هم آآ بيبتدوا لسه يتعلموا. اهي. 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 تمام? طيب. انا هنا كده برضو اهي من نفس اهي. اهي. هقلب الشغل من ناحية التانية واطلع كده بسلسلة. اهيت. ومن هنا. اهي. هشتغل لحد ما يخلص باقي السطر. اهي بسوا. اهي. بتبتجي بقى تكون معي البلسيه في كل سطر. طبعا انا ايه? هشتغلها. انا عملت حبة من هنا كده. اهو. بس في لون تاني. اهو. شايفين? اهو. اهي. هنعمل ايه بعد كده? هنعمل بقى الخطوة اللي بعد كده ان احنا بعد ما نخلص. اهو. بعد ما نخلص الشغل بتاعنا. طبعا ده هيكون الضهر. ده اهو الضهر ده. هعمل ايه? هقفلها من الجوانب. طبعا انا عاملها مقال صغير. عشان الفيديو ما يبقاش طويل في الشغل. ودي معمولة ممكن عملها البيبي. بصوا كده بقى حعمل هنا ايه? هحط ده كده على ده. اهي. وحعمل ايه هنا? هبتجي ان انا اخد الغرس دي مع بعض عشان اقفل الشغل كله. اهو. كده. هاخد قبل واحدة كده. هاخد دي مع دي. واسحب كده. هاخد دي مع دي. واسحب. هيخد. ابتجي ان انا هيخد الغرس دي كلها كده مع بعض. اهي. عشان اقفل الطائية بتاعتي خلص. اهي. حتى كان في فتلة اهي. انا دخلتها. من ضمن ايه? الشغل عشان ما يقيه الخد بتاعي. اخر غرزة عندي هنا. هاخدها مع الغرزة اللي هنا. واقفل الشغل. طيب. اهو. بص لما يجي اقلب بقى الطائية. اهي. هتبقى مقفولة. اهي. بصوا. اهي. طيب. بعد كده هعمل ايه? هجيب الخد اهو بتاعي. طيب. بعد كده هعمل ايه? هنا انا لازم ان انا لم اشتغل عشان اساوي السفوف بتاعتي. هعمل ايه هنا? بصوا بقى هنا هنعمل ايه? ادي اخر غرزة انا خدتها. اهي. هبتجي ان انا بقى اقفل السطر كده هاجي كويس. وابتجي اطلع بيه سلسلة. طيب. هنا بقى هعمل ايه? هنا لازم ان انا اساوي السطور بتاعتي. عشان اقدر بعد كده ان انا اشتغل آآ غرز تبقى مزبوطة. اهي من غرز هنا دي كده. وابتجي اخش اعمل في كل واحدة غرزة حشو. اهي. هعمل في كل واحدة غرزة. في كل واحدة هعمل غرزة من غرز الحشو. هكمل السطر لحد الاخر وهرجع لكم تاني. آآ انا هنا عملت خلاص السطر كملته. انا على فكرة كملته وحبيت ان انا اعمله بلون تاني مختلف. اهو. عشان عايزة اغير في شكل الطاية شوية. يعني عملت هنا البلسي من تحت سادة وعملت هنا بلون تاني. طيب. هانا هنا قفلت السطر بتاعي بغرزة آآ منزلقة. هعمل ايه بعد كده? هاخد سلسلة. وابتجي اعمل على كل غرزة من دول. هعمل عمود عادي خالص اهو. هعمل كده عمود كده. اتنين. واخد التالت. اهو. شايفين? اهو. عمود كده. اتنين. تلاتة. اهي. عمود اهو. هيخد على كل غرزة من دي. اهو. عمود. اهي. طيب. اهو. آآ الخيط اللي معي طبعا آآ الجنجوه. حيلون لي بعد كده في كل. لو انت حابة بقى تعملي لون سادة زي الموديل اللي هو كان معي على الصفحة. ممكن تعملي لون سادة خالص وتيجي تعملي بقى الشريط اللي هو موجود بلون تاني خالص على حسب ما انت عايزة. اهو بص هنعمل كل السطر دوت. اهو. هنعمله كله اعمدة كده. زي ما احنا زي موديل كده ما ماشي معي. اهو. برضو هكمله وهنرجع هنقول هنعمل ايه? هكمل انا لبقيت السطر وهرجع لكم تاني. انا هنا عملت خلاص السطر الاولاني. عملت اللي هي الاعمدة العادية. وقفلت هنا بمنزلقة. اه. وهطلع بعد كده هنا هرتفع بتلات سلاسل. هنا بقى عشان تعملي الاول سطر من هنا. اه الموديل اللي انا عمليه دوت ده اللي هو متنفذ من غير الشريط اللي هو تحطي فيه اه الفيونكة زي الموديل. لو انت حابة كده اشتغلي خلاص عادي بلفة عادي. طيب انا عشان اعمل بقى الموديل اللي انا نزلته عشان ابتدأة احط الشريط من جوه بعد ما اخلص شغل. هعمل ايه? هاخد لفتين كده على الابرة. هاخد من هنا كده عمود امامي. يعني انا عندي الاعمدة اهي. هجيب الابرة كده. وهطلع. هدخل الابرة من هنا كده. اهي. وهاخد اول اتنين اهم مع بعض. اهو كده. اهو. هسحب من خلال اللفتين. اتنين. سلسلتين. سلسلتين. طيب. العمود اللي وراه هيكون ايه? العمود اللي وراه هيكون من الخلف. يعني هجيب الابرة من هنا كده. من ورا كده. وادخلها كده. واعمل كده. اهي. وهاخد برضو كل اتنين مع بعض. اجي اتنين اهمة. اتنين. بس هنا هعمل ايه? اجي واحدة. هعمل اتنين. اهي. ليه? لان انا عايزة مكان من هنا عشان ادخل منه الشريط عشان احط فيه الشريط بتاع اللي هو اللي انا هعمل منه الفيوم كبتاعتي. بعد كده هيخد عمود امامي. اهي. وهيخد لفتين. وهعمل عمود اتنين عمود خلفي. لو انت مش حبة ان انت تعملي الشريط اللي هو آآ موجود معي اعملي عادي خالص. اعملي غرزة لفة عادية خالص. اهي كده. اهو. هو اول سطر بس. اهو. امامي. اتنين خلفي. طبعا انا هكمل. هكمل بقية السطور. هو اول سطر بس اللي هعمله كده عشان ابتدي ادخل يبقى عندي مكان من هنا ان انا ادخل الشريط اللي انا آآ هحط فيه الفيوم كبتاعتي. يبقى انا كده هستمر في الشغل. اتنين واحد امامي. اتنين خلفي. واحد امامي. وقادي اتنين خلفي. اول سطر بس هو اللي هيكون بلفتين. بعد كده السطور اللي هي الموجودة عندي. هشتغلها عادية خالص. انا طبعا هكمل بقية السطور. وآآ ونكمل نشوف هنعمل بقية الطعيات زي. هنبتدي نكمل مع بعض. بصوا هنا. انا قفلت هنا السطرين. انا كنت طبعا بادية هنا السطرين بورزة عمود امامي. طبعا هنا عشان لازم انهي السطرين من هنا لازم يكونوا الاتنين عمود خلفي. يعني لازم تلاحظي ان عدد الغرز يقبل الاسم على التلاتة. تمام? هنا قفلت هنا الغرز بمنزلقة. بعد كده هعمل ايه? هاخد سلسلة. وهاخد لفة واحدة هنا بس. مش هاخد لفتين بقى زي ما انا عملت المرة اللي فات. وهرتفع كده هاخد الغرزة. عادية كده. اهي. وهاخد لفة. واعمل العمود الخلفي. اهو. اهو. هنا بقى المراجي مش هعمل خالص خالص مش هعمل ايه? اه مش هعمل لفة. ملفتين هعمل لفة واحدة بس. اهي. طيب. يبقى احنا عملنا هنا اول سطر. ليه? عشان انا هجيب الشريط اللي انا هعمله. هدخله من هنا عشان نبتجي. لكن بقيت السطور. بعملها بلفة واحدة بس. هاجي اتنين اهو. خلفي. اهو. على فكرة ممكن كمان تعمليها آآ واحدة خلفي واحدة امامي. واحدة خلفي ما فيش اي مشكلة. بس انا حبيت اعملكو زي الموديل بالزبط. اهو. انا عاملة موديلة تاني. اهو. بسوا كده اهي. انا عاملة الموديل دوت. الموديل بقى ده انا عاملة ازاي? الموديل ده انا عاملة واحدة امامي. بسوا كده. اهي. الموديل ده انا عاملة اللي انت عايزة اعملي لو انت مش عايزة مسافات بين الغرس كده. اعملي واحدة امامي. اهي. هذه واحدة كده. اهي. اهي. واحدة خلفي. اهي. يعني انا بصراحة بحب اجرب ايه? آآ كله. يعني اهي. واحدة امامي واحدة اهي. هو الفرق بس بعد كده. الفرق بعد كده ان آآ ده بيبقى يعني مفيش هنا يعني بصوا هنا. واحدة بس هنا لما نيجي نكمل بقية السطور هيبقى الفرق ايه? الفرق عمودين. هتبقى حلوة برضو مش وحشة يعني. الموديل اللي هو نازل على الصفحة نفس اللي. بس انا طبعا. يعني ايه? بحب ان انا اغير. عملت واحدة عمودين. عمود امامي اتنين خلفي. عملت واحدة عمود وحدة خلفي. يعني انت بقى وانا وريتك الطريقتين وانتو بقى ايه? اختاروا. طبعا احنا هنفضل نكمل كده الموديل. لحد ما طبعا ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. هنمشي على الطريقة دي كده اهو. لحد ما نوصل. لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. بعد كده هنعمل ايه? انا طبعا لازم هنقفل الطاقية من هنا. آآ ان شاء الله بكرة. ان شاء الله ان شاء الله بكرة نكمل.